كل يوم يمر على السوريين يحمل معه أنباء مزيد من القتل والقتل هذه اللقطات تصور ما وصفته الأنباء بمشهد ما بعد تفجير انتحاري في مدينة حما بالرغم من عدم تحقيق المعارك نتائج حاسمة فإن الجانبين لم يتوقفا عن القتال أحدث الإحصاءات يضع رقم القتل منذ 2011 عند 115 ألف قتيل النزحون عن بيوتهم بلغوا خمسة ملايين شخص في الداخل السوري ومليونين آخرين عبروا الحدود إلى دول الجوار هذه الأرقام دفعت المجتمع الدولي لتسريع جهوده من أجل التوصل إلى حل سلمي الأخضر الإبراهيمي مفاد الأمم المتحدة والجامعة العربية كان واحدا من دبلوماسيين مرموقين عديدين يسعون لعقد مؤتمر تفاوضي في جينيف في الأسبوع الأخير من نومبر المقبل حسب ما صرح به الأمين العام للجامعة العربية ما تقرر من أن يكون الاجتماع الخاص بجينيف في يوم 23 نومبر القادم واليوم يحين دور الدبلوماسية البريطانية التي سيقود وزير خارجيتها وليام هيج محادثات في لندن تهدف في الأساس لإقناع الفصائل الرئيسية في المعارضة السورية بحضور مؤتمر جينيف